قتل 45 مسلحا من تنظيم داعش الارهابي في ضربة جوية للجيش العراقي داخل سوريا وقال بيان للجيش ان الضربات التي نفذتها طائرات F-16 استهدفت اجتماعا لقيادات داعش في منطقة هاجين السورية مشيرة الى ان من بين القتلى قادة في التنظيم ولفت البيان الى ان العملية نفذت وفقا لتعليمات رئيس الوزراء حيدر لابادي وبحسب معلومات استخباراتية دقيقة